وهو نظر الرجل البالغ إلى امرأة من ذوات محارمه وهن التي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد إلا الملاعنة وسيأتي بيانهن إن شاء الله عز وجل فيجوز له عند الحنابلة وقريب منه عند المالكية وعند الشافعية في قول يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا منها عند المخالطة في بيوت السلف لا ننظر إلى حيث فسدت الفطر فصار بعض النساء يظهرنا ما لا يجوز إظهاره أمام محارمهن في البيوت فقد يكشفن عن أفخاذهن أو نحو ذلك النظر هنا إلى ما يظهر غالبا عند المخالطة في بيوت السلف الصالح رضوان الله عليهم وهو الوجه والشعر والرقبة واليد مما يظهر منها عادة في بيوت السلف هو الكف وشيء من الذراع والقدم وأسافل الساقين التي فوق القدم وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما حتى لو انكشف له فإنه يجب عليه أن يصرف بصره عنه ولا يجوز له أن ينظر إليه قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن الآية فأباحى الله لهن أن يبدين الزينة التي تظهر غالبا للآباء وآباء الأزواج أي للمحارم وقال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن الآية وأما ما زاد على ما يظهر فإنه لا حاجة إلى النظر إليه ويمكن التحرز عنه فلا يباح لا دليل على جواز النظر إلى غير ما يظهر غالبا ولا حاجة إليه ولا مشقة في الاحتراز عنه فيبقى على التحريم ويجب أن يُعلم كما قدمنا أنه باتفاق الفقهاء يحرم على الرجل أن ينظر بشهوة إلى امرأة من محارمه بل ذلك عند الفقهاء أشد من نظره بشهوة إلى امرأة أجنبية أن ينظر الرجل إلى امرأة من محارمه بشهوة أقبح وأشد إثما من أن ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية وأنه باتفاق الفقهاء يحرم عليه أن يكرر النظر إذا أحس من نفسه تحرك الشهوة أن يكرر النظر إذا أحس من نفسه تحرك الشهوة كما أنه باتفاق الفقهاء يحرم عليه أن ينظر إليهن إلى ما بين السرة والركبة كل هذا محل اتفاق ثم وقع الخلاف في غير ذلك والراجح ما ذكرناه والراجح ما ذكرناه وأما الصدر فيحرم النظر المقصود له إليه ويعفى عن النظر العارض إليه عند الرضاعة إذا كانت بنته ترضع ولدها يحرم عليه أن ينظر يقصد أن ينظر إلى الثدي ولو بدون شهوة لكن إذا وقع نظره عليه ما يضر لأن هذا جرت به العادة ويشق التحرز عنه ولا سيما مع الأقارب القريبين كالأب والابن ربما مع الأخ مع يعني العم يمكن التحرز لكن مع الأب المخالق في البيت والابن والأخ والله كذلك يعني يصعب التحرز لكن يجب أن يعلم أنه يحرم أن يقصد بالنظر فإن وقع النظر عند الإرضاع فلا حرج إن شاء الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر